تلفول عليك يا وحمد زيك زيك حضرك وحشان يا فندم الله خليك يا أحمد سيد رئيس الأركان يا سياد الفريق أحمد خليفة مرة تاني منتكلم ونفضل نتكلم على سيناء وعلى رفح وعلى حدودنا الشرقية وعلى غزة وعن هذه الزيارة المهمة للغاية يا فندم طبعا أنا أمشاك الجزء على المقدمة اللي انت قلتها لأنها تحمل كلام كتير جدا فضل يا فندم سيناء الفريق لبعد ما أقولك بكل أولانيين نملك واحد انت بتقول حنعمل في سيناء وحنعمل وحنعمل اللي حنعمله في سيناء ده غير كان نتيجة تغيير الفكل السراتيجي لألفين وثلاثتاشر الفكل السراتيجي كان زمان أن سيناء أرضه عبور النهاردة من سيناء الفين وثلاثتاشر الرئيس عفلت رغم أنها كانت تسة تحت سيطرة الإرهاب اللي انه هو اتخذ فيها قرار ان سيناء أرض إقامة وليس أرض عبور وهنا فرق كبير جدا بين أرض عبور زي زمان نروح لقاطل برة ونرجع والمراضي لأ ده احنا عدنا بقى في أرضنا لأنه بقى فيها عدو رئيسي على حدودي التحديد بقى مباشر بالنسبة وبالتالي من هنا بقى تعمير سيناء وذنميتها بقى استراتيجية تبتل ماشية فيها بكل الخطة والبصريف الضخمة اللي بتصير فيها اللي وقت في الحدة بالنسبة للسيناء فتاني سيناء تتحول من أرض عبورة لأرض الإقامة أرض إقامة هنا بنتكلم على كل مؤسسات الدولة بتكلم على قوات المسلاحة وكل مؤسسات الدولة لا دا دولة دا تخطيط سراتيجي غير بكل سراتيجي للتوجه ومصر ناحية سيناء ايه هو كان أرض عبور لا احنا نبقى أرض إقامة دلوقتي نقطة الثانية النهاردة الوضع على الحدود شكله ايه وضع ملتهب مضطرب في ناحية تانية رئيس دولة غير مسؤول بيكلم كتير ملوش رئيس دولة غير مسؤول بيكلم كلام كتير ملوش نازمة نتانياه اه داخل داخل مواضات ملاش بيمد أجالها بأي طريقة من الطرق وبالتالي بيتزرع بزرائع كثيرة بتعمل قلاقل لكن مش مع مصر الدولة الحضرية المحترمة لأن مصر حضرته من أكتر من حاجة وبيشوف عوقبها دلوقتي نمرت نمرت اثنين ايه لأن هو المصطلح الطبيعي إن اسمه طريق الدوريات ان الممر عندنا في القوات اي جيش معروف إن الممر ده بيبقى أكتر من طريق يعني هو تجاه أكتر من طريق لكن اسمه يا فندم قولنا اسمه طريق الدوريات طريق الدوريات ومعمول عشان العربيات بتاع دوريات كتير بتمشي عليها بدل ما تمشي في الأرض الغارز بتمشي عليها تراح جاية ايه وبعدين الطريق ده اسرائيل حاوت لما جات توسعه عشان تدينا تدينا التأمين بتاعه بعد كده في اتفاق بتاع عالتين وتابعة ثالث جزء من بيوت رفح الفلسطينية لمسافة مية متر عشان يتقاش فيه اتصال ملاصق للحدود نعم وهي دلوقت رفع عضية في المحكمة عشان توسع 500 متر كمان نعم ده عندهم في المحكمة الناشد داخل بيها المهم هذا هذا الطريق ده الطريق ده كان يقع في منطقة ما المنطقة ده بتاع اتفاق السلام اتفاق السلام لسي من نكون نحافظينها كده من زي من ده كان بتجمنا عليها انتو واردكم اللي فيها المناطق المحددة القوة لا اتفاق السلام فيها المنطقة الف والمنطقة به والمنطقة جيم ودولي في حدود المصرية على جانب الشرق الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة ما مر اسمه المنطقة دال والمنطقة داد عمقها من ثلاثة الخمسة كيلو شروط الاقامة في هذه المنطقة وتداول الخطر هذه المنطقة زيها زي المنطقة جيم بالضبط عساكر او جنود بيامن الحدود بالبدوية والطمان احنا لما جئنا بالحرب الارهاب الحرب استيبع حرب الارهاب دي احنا نخش بقوتنا في الخطة السرجال في القومة الارهاب بفترة مفترات ان احنا نخش بالدبوات والطهارات في المنطقة دي هنا بقى اسمها ايه الدخول الحاجات دي في الانتفاية السلام اسمها ايه اسمها مخالفة الله ايه حكاية المخالفة دي لما تم توقع اتفاية السلام ايام من رئيس السادات ست تسعة وسبعين لما جاء رئيس وورق بينفز بعد انسحب على الارض على الواقع بدأت مصر واسرائيل وامريكا يقولوا طب مين الحرائب الاتفاية تنفيذ الاتفاية امريكا رفض الامم المتحدة وقالت انا هجيب قوة متعددة جنسيات مكان للقوة متحمة وانا لا حصف عليها شير يا عم ما فيش مشكلة طب هنلاقي بالموضوع ده ازاي انا اعرف الموضوع ده من الله رحمه اسامة الباز لما كنت مدين كنت دفاع الوطني وكان بيحضر معا المباراة المتبادلة تقال لي فيه حاجة ما في الخطوات المتبادلة مخالفة واختراف ايه المخالفة ان تتواجد اسلحها في المنطقة المحظور وجودها فيها وتساوى بينها وبين الطرف الاخر بجهاز الاتصال المصري والاتصال الاسرائيلي جمع المخالفات كل ست الشهور ويصفوها طب ايه بقى الاختراق الاختراق هو ان دولة من الدول الاتنين اسرائيل او مصر تحشد قوتها في المناطق المحظورة بنية الهجوم وتهديد الدولة الاخرى ده الاسم الاختراق هنا بقى تجتمع مين هيحل الموضوع ده التلات دول اسرائيل ومصر وامريكا التلاتة كوار وعطفائي السلام يعودوا حد المشكلة ده طب نيجي احنا بقى نشوف المنطقة ده اللي هي رسالة الخمسة كيلو لما اسرائيل جابت دبابة وحطتها المعبر بتاع رفح دي مخالفة ولا اختراق دي اسمها مخالفة لانه جاب دبابة في المنطقة مع انشاء ثلاث سلاح دي نتفاوض عليها وانحلها تاخد وقتها مش هات تهديد لمصر طيب هو النهاردة لما شاف الحتة دي عملت في الرأي العام قلق وازاي ناس وازاي اسرائيل تجيب كده اسرائيل ده تعتدر حقوقنا هو طبعا مبسوط في الكلام ده تبدأ يقولك انا دخل كمان دبابات على طريق الدوريات عشان احاصل رفح لان رفح تلتهى في المنطقة ده يعني هو بيشتغل لخطابه للداخل اسرائيلي ايه بالضبط كده لا والضعاف النفوس عندنا يرددوا الكلام ده اه انا صريح في الكلام اصلا ما اعرفش ازوق اه انا كلامي صريح لما انت عاد ممتاز هاي فالضعاف النفوس عندنا اه يبدأوا يتوروا الموضوع اه ويبدأوا يقول لك فين والجيش اللي فين وعمل ايه وكده لواء التسخين ايوة واحد يسأني وراجل مثقف محترم بس في عناق دلوقت معادش محترم يقول يا سات لواء ازاي اسرائيل تاخد ممرض بلاديفيا اللي في الأنظر المصري يا فندم ما حد اش ضيعت ديني غير المثقفين السيتك بتكلم عليهم دول المهم نيجي بقى للموضوع بقى بس مر بلاديفيا ده اه بلاديفيا ده او طريق الدوريات اه لما شارون ساب غزة من طرف واحد سال 2005 ايوة واعتقد انا قلت كلام ده عندك ثاني يوم 7 اكتوبر ايوة وقلت لك ان غزة مش يال تهجير منها تهجير من الضفة الغربية ايوة والرئيس والرئيس السيسي ثاني يوم في كلية حربية اكتو هذا الكلام هو الملك عبدالله بالمؤتمر العملو نعم ان احنا رضيين مشروع القرن مشروع تهجير نهائي نعم اذا النهاردة غزة هما بيخسروا وانا قلتلك حتى في اللقاء قلتلك انتجولة بين حماس واسرائيل وحطول المدة بتاعيسها علشان الاسرة ويمكن اول واحد قال المدة لحطول الرئيس السيسي لما قد موضوع خطر وحيطول زمانه وحيطول نتيجة الاسرة للسهدف وده الايام اثبت لذلك هندخلها على ثانية اوه اه بقى بقى لما لما ساب ساب الغزة من طرف واحد شارول في 2005 اه مين بقى لحيأمل حلول اه حيثيبها للسلطة كانت ساعتها لتابعة السلطة الفلسطينية اه حيثيبها للسلطة الفلسطينية تأمل حدود مع مصر وهو غير امل للموضوع ده يقولك هربوا السلاح ضد في الحسطة دي ده واحد نمر السلطين والاهم بقى مش دية للسلاح ان هو بيعطي شرعية للسلطة الفلسطينية تبقى دولة ناحتأمل حدود مع مصر مع دولة اخرى اه فقال لك لا ما حدش بقى من حدود دي غير مصر فقط وانه عدد نتلاقي السلام على كده والا 14 كيلو دولي نجيب قوات حرص حدود من مصر هي اللي تعطي قوم الارهاب مش من الابني المركزي هي اللي تعود على الحدود هو كان عايز يتخلى عن مسؤولياته كقوة حلال احنا اللي نشيل الشيلة لا هو بيقولك التأمين يبقى تابع مصره خلاص وانه قدش يمش على طريق دخال وعمل توسع الطريق الميت مت ارترك عليهم في الاول على الامان موجود وبالتالي تواجدت قوة من حرص الحدود تبقى للاتفاقية اللي اتبضت 2007 بعد حماس منطلبت على السلطة الفلسطينية وقال الاتفاقية ان انا احط حرص الحدود ده وانتوا تيجوا تعودوا سبعمائة وخمسين او سبعمائة وعشرين فرد تقريبا يبقى هما المسؤولين عن تأمين الحدود ضد التهريب ضد الايه التهريب ايه طيب خلاص بقى دلوقتي موجود انت دلوقتي جاي دلوقتي بتقول انا احسل نمر في لازفيا او طريق الدوريات ما سيبوش واقعد فيه ايوه لأ بمخالفة دائمة لاتفاقية السلام والاتفاق اللي توقع بيننا وبينك على على التأمين سنة 2007 نعم يبقى انت لازم تنسحب تماما من الموضوع اه وده المصر شرطاء دلوقتي وده المصر شرطاء وهنا بقى احب بس اقول لك حاجة بس ازحمة طراء بالنسبة لي شخصية بقول لك انا مصر دولة حضارية مشترمة وبتعرف هي الدولة الوحيدة اللي بتحفظة حول الفلسطينية لما مصر لما قالت انا حقف المعبر رفح مش هفتحه الا بعد خروج اسرائيل من المعبر من المعبر فلسطيني لا وقالت تسلموا المين اي وقالت تسلموا للسلطة الفلسطينية اي يعني معنى كذا كنتم بتفكروا مين حيدير غزة بقعد وقف اسلاق النار وحجبه ناس من برة وناس من جوة وحجبه ناس من جوة وحجبه ناس من جوة لأ لانا بقول السلطة الفلسطينية ما دومت هتسلمها المعبر يبقى هي اللي حددل القطاع يبقى هنا بحافظة على هوية القطاع فلسطيني وحافظة على حقوق السلطة الفلسطينية هتدير القطاع بدل حباسي ده كلام المستقبلي اللي الرؤية اللي ترجع عند الكادة المصرية واضح وحصلت خطوط انها لازم حنمش عليها مش حالي الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني طب هنا بقى نيجي سيد رئيس الاركان نعم سيد الفريق احمد خليفة نعم من مهمته ان هو يتابع قواته ويفتش عليها واتمقن للمهام ان الناس متكراها وكان متكراها في اي مكان طب اذا كان بقى المنطقة ملتهبة يبقى الزيارة وقبة يبقى على طول الزيارة وقبة فالنهاردة لما امرح هناك كان بيعمل ايه بيتفقد القوات الكفاءة الفنية والتكالية بتاعتها ايه بقى الكفاءة الفنية والتكالية بتاعتها نمرت واحد عنده انه هو بيأمن حدود يبقى لازم همته اذا راجع مهمت تأمين حدود بتتأمينوها كل واحد تهم هم همته ولا مش فهم هم همته والكلام ده كله الجزء الثاني بيبدي رسالة للجانب الآخر ايوه احنا مستعدين للدفاع عن ارضنا باي صورة من الصور واستجاه القيادة السياسية بعدم موجود قوات المنطقة دي احنا مصرين عليه اه يبقى هنا ده الرسالة اللي هو عايز توصلها للناس احنا بنتكلم بالسلم احنا نحن محصرمين وبنحفظ على تعهداتنا كاملة عمرنا عمرنا ما خلنا اتفاقية ولا خلنا معاهدة ولكن اللي بنتكلم عليه من نفسه اي وده اللي احنا اللي احنا بنفسه دلوقتي نعم وبالتالي بقى هنا زيارة رئيس الاركان وانها بترفع معملاوات الناس بتوعه في التواصل الموجود ويطمن الناس لان طبعا الناس عملتهم دي اصلاح الحارب لأ هو لما بزور الناس بيقولهم الوضع السياسي الحقيقي شكله ايه والطاقين شكله ايه وبيتقلنا عليهم وانت شايف حتى فلسطوان تجيبها ده هو قعد كمان ناحية البحر كمان مش ناحية غزة كمان يعني عاداته شوف قعد ازاي ناحية البحر يعني هو اخذ الحدود كلها بالكامل يعني هو جاي بيطمقنا على مسافة الحدود كلها سواء من البر التواجد وفرض السيطرة وفرض بالضبط هنا ده اللي ده ده مسئولات القادة العظام تقولت ريق عبد عبد مين عمرياض لما ماتش في النمرة ستة السوشي من النمرة ستة انا كنت انا كنت زابط كنت متخلص موجود في النمرة ستة وشفت وشفت الموضوع ده بعين يعني نعم وده كان رافع معنواتنا جدا لرئيس الاركام معاني وكان واحنا كان وده كان صعب لكان في دفاعات وكان في بتاعه وكان احنا اللي بنعمل كل حاجة بادينا ما كانش فيه التطور الرهيب اللي مابونة عندها في بيج دلوقتي والدولة المؤخيمة في عهد ايام سيدنا داود مؤخيمة في المنطقة دي فهم عايزين يقولوا الحق التاريخي بتاعنا ده المكان فهل هو حيقدر يعمل دولته اليهودية اللي نسيناه بيبادي بيها من العريس للفراث دون الضفة الغربية لأ لازم عايخد الضفة الغربية ومن هنا اللي بيعمله في الضفة الغربية هو اخطر من اللي بيعمله في غزة هو الوقت لما بيعمل التدمير الكامل في غزة دا معناها انه بيحكال لسكان غزة يعيشوا في خراب عشر سنين عبل ما يتضغهم تترفع ويعرف يعيش تاني يبقى امن المقاومة من عندهم هو حيثفرق لموضوع الضفة الغربية اللي اتعرض فيها موضوع سباد سنة اربعة وتسعين بعد تحرير الكويت وحصة مبارك رفضوا وقبل لما اتعرضين يشيلوا بقيت الديون 26 مليار رفضوا سنة الفين واربعة بعد ما دمروا العراق وحطوا قواعدهم في المنطقة العربية وخوفوا مبارك اتنفس يا حنعمل فيك قال لهم عميلوا انتو عايزينه ومش هعمل مشروع تبادل تبادل اراضي فحرموه من زيارة امريكا من ساعتها فرار المهم هم يعني راجل موافق دولك سنة الفين وحداشر وزرعولك الارهاب في المنطقة دي عشان يعملوا الامارة اسلامية المتحددة اللي يقدروا يتفقوا معها وانت حاربت الارهاب وقضيت على الموضوع ده فبقى موضوع تبادل اراضي واختال جد من مصر رفضت تماما هذا الامر تماما لا مش رفض بالبق رفض بالقوة كمان لأن انت حاربت الهاب القوة ايوه هم كانوا عايزينها فكانت النتيجة دلوقتي رح جاء لك سرامب ورح مقدم لك مشروع القرن مشروع القرن من ثلاثة مليون من وص اللي في الضفة الغربية تفرعوا في مصر وفي الأردن وفي خريطة تانية اللي تتاخد من السعودية يوسع للأردن ثلاثمائة كيلو جنوبا وصاد الحزة اللي هتتاخد بينها ده خطة اللي هو مشروع مشروع قصة أساسه التوزيع ده نعم وبالتالي هم في دنقهم موضوع التهجير من الضفة الغربية يمكن الثانية دلوقتي بيتخذ معهم إجراءات بيتطفش الناس بخلات طلع عيالها في المدارس برة لأن الناس مش أمن على عيالها في المدارس يطلعوا الولاد برة زهروا من كم يوم كده وطلع الضفة الغربية مش موجودة ايوه بيتكلم على غزة بس بيتلاق بس هو مغطي أحداث الضفة الغربية بأحداث غزة اه كلا العالم ينتبه في أحداث غزة بحد من التدمير الرهيب ده هو شغال في الضفة طب انت النهاردة في الضفة الغربية لما بتاخد بنتظارات وتروح تحر تقراضك الطرق الإسفلتية بتاعت المدن بتاعها ليه عشان يصعب المهمة العيش على الناس ده بيشنوا الشوارع ايوه وهو ده وهو ده بيصعب العيش على الناس وما حدش قادر يعمل له حاجة وبعدين يجعل حوالي الدايئة ويكسر بفزة عشان دباباته وعرباته يتعدي بسهولة ويبقى بالتالب يهدم بيوت الناس عشان تمشي وهو ده الإجراءات اللي هي موضوع تغيير يا فندم بس ده اللي احنا شفناه النهاردة على جسر ملك حسين احد المواطنين الاردنين اللي قاتل ثلاث اسرائيلين ما هذا الامر يا فندم يؤدي كمان انه لا استقرار ابدا لسرائيل طول ما فيش دولة فلسطينية المواطن الفلسطيني النهاردة اللي شايف عيلته بيتم إبادتها اهله مش موجودين هو بيتعذب رايح جاي بيتم الإبادة وبالتالي انه ده الطفل النهاردة اللي عنده 7-18 سنين لما يكبر ده هيعمل ليه في اسرائيل وغيره هيعمل ليه في اسرائيل يعني هو فاكر اللي بيعمله ده انه هيديله امن وامان هو هو شو بص ما تكون عنده عخيذة دينية منغلقة ما يبصش حواليه ما يبصش حواليه تاني خلاص اه لكن لو هو بيبص على السياسة مهرابين لما بص للسياسة عمل يا عمل سلام نعم مع مع سلطة فلسطينية وقال حكم وحكم وحكم الذات وكلام ده نعم لكن لو ميجي واحد نشدد ركب عليه متشدد دينة اكتر منه مش حيشوف مش حيشوف وبالتالي بيقع في المخاطر اللي هو بيقع فيها دي زلك بيقع في المخاطر دي وحيقع فيها ان شاء الله لكن وبعدين اقولك حاجة الفلسطينيين دول موجودين من السنة قبل اليهود قبل قبل بني اسرائيل ما يخشوا ما يخشوا فلسطين وهم هيعودوا على قلبه لنهاية لنهاية العمر برضو ومش حيش خلوه يتمكن ان يعمل الدولة اللي هودية وسيدنا داود لما كان موجود هو قعد هو عبد اسلامان تاملين سنة كغازي للمنطقة لانه هما ساعدت في المناقشة بينه وبين احد الناس في الندوات في التركية يهودي بيقول لي احنا 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 الارض دي منحها الرب لنا وكلام زي كده قلت له طيب هو مناحة ابدي ولا وقتي قلت له ابدي وتلقى مش ابدي لان ابوك لان اسحاق لما ابنه يعقوب ينزل لمصر عشان نزور ابنه يوسف ابو قال له عندك في سفر التكوين قال له لا تترك ارض غربة ابيك ابراهيم علشان مبقش ضعاف لانه القبيلة حيضيع فلس الناس فقال له لا تترك ارض غربة ابيك ابراهيم وجاي عقوب نزل لمصر وعاش فيها سبعة شهرتين غاتة ما مات فقلت للراجل اليهودي ده قلت له طب دلوقتي انت قدامك حل من اتنين يا اما كان يعقوب نبي وما اخدش وعد من ربي اللي انت حطينه عليه ده ولا فيه فكان حر الحركة يا اما هو ما كانش نبي وانت حطيته عليه الوعود اللي هي عشان تخدسوه قال له احنا جاي نتكلم في السياسة ونتكلمش في العطاء وهرب من الموضوع عشان ايما نكمله اذا النهاردة ده فكر الدين عنده منغلق ومدام الفكر عنده الدين منغلق حيتحمل عواقبه طيب ساتك بان متتوقع نهاية نتانياهو القتل ولا السجن والله ده نتانياهو كفاية عليه شعبه اللي هيعمله فيه لان عداياته في الشعب عنده وقت اكتر من 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 محبيه مفيش حد عنده في الشعب ووافع اللي بيعمله نعم وما بالك بقى اضاء الفساد كمان وحيخسر كمان الدينيين لانه مش هتنفذلهم حاجة مش هقدر نفذلهم حاجة لان العلمانيين في اسرائيل كتير برضو مش فليلين ده هيعمل انخسام في الشعب الشعب الاسرائيلي اللي حتقوم عليه بقى اللي اللي سيطع رقابته وهم اللي سيطع رقابته شحنا شكرك شكرا يا جزيلا